موسيقى صباح الخير احنا اليوم بالصيدلية رنحضر مع بعض شنطة الاسعافات الاولية حكينا على قناة رؤية وفي برنامج دنيا يا دنيا عن الاسعافات الاولية المختصة بالاطفال حكينا عن الاسعافات الاولية للجروح، للكسور، للحرارة وللسعات الحشرات وغيرها واليوم احنا مع بعض بالصيدلية عشان نقولكم انه كتير مهم تكون شنطة الاسعافات الاولية جاهزة في البيت، في السيارة، في المكتب او حتى في المدارس وفي الرحلات والنزهات اذا الواحد مسافر كتير مهم شنطة الاسعافات الاولية تكون فيها الاغراض اللازمة لاسعاف المصاب لانه مهم نسعف المصاب باسرع وقت ممكن لنتجنب الاصابات المستديمة اللي ممكن تحدث بعد ذلك او لنساعده على الشفاء السريع واليوم رح نحضر هاي الشنطة فيلا معنا نحضر شنطة الاسعافات الاولية شنطة الاسعافات الاولية ممكن نلاقيها بالصيدلية في منها احجام واشكال يفضل انها تنحفز بمحل بارد وجاف وبعيد عن متناول الاطفال اول اشي يجب توافره بهاي الشنطة هو الكفوف لانه بدنا المسعف يكون ما ينقل عدوة من المصاب فكفوف تكون موجودة بهاي الصيدلية او الشنطة تاني اشي في عنا دمضات الجروح والقطن دمضات عنا احجام مختلفة او بيجي معها مثلا رزي او مشبك لنمسك الدمضات تستعمل هاي الدمضات بحالات الجروح والكسور وحتى الحروق في بعض الاحيان كمان نمقص عشان نقص الدمضات وبلاستر للصغار عشان عند الجروح نسكر الجروح فنقيها من الاوساخ الممكن تيجي من الهواء كمان في عنا المحلين الطبية المطهرة زي الكحول الطبي او اليود هلا الكحول الطبي حكينا بالحلقات السابقة انه ما نستعمله بالجروح الخفيفة بيفضل انه نستعمل مي لغسل الجروح مي او مي وصبون فكمان يفضل يكون فيه مي بشنتة الاسعافات الاولية الكحول بنستعمله بأرصات الحيوانات مثل الكلاب البساس او أرصات الحياية والعقرب بنستعمل يود كمان ننظف الجروح اذا كان كبير اليود بيساعد انه ما يجي هوا على الجروح ويصير يوجع بزيادة فبيعمل زي طبقة تحمي الجروح من اي اوساخ والهوا من برة كمان حكينا عن الاسعافات الاولية للاسعات الحشرات فكتير مهم يكون عنا كالمين لوشن او حكينا كيف نحضره بالبيت اذا في عنا بايكاربونات السودة او بيكينج سودة اللي بنستعملها بالاكل بالكيك بنخلطها مع شوية مي بتصير تعمل نفس هذا المحلول بس موجود هذا المحلول بالصيدليات لنسهل وجوده بالشنطة كمان لازم يكون عنا موجود ميزان حرارة لانه بنعرف الاطفال بيصير عندهم كتير حرارة عالية فيجب توفر ميزان الحرارة لحتى نقيس الحرارة ونعرف اذا حرارته عالية نبدأ بالدواء او لا كمان في عنا اشي لقيته بالصيدلية انه لازم يكون في عنا تلش حكينا كتير عن الصدمات للاطفال الصدمات بدنا لقلها تلش لتخفف التورم وتخفف من حدة الوجع فلاقيت بالصيدلية هاي الباك هي بس تنضغط هيك فبطلع مادة بتبرد هاي الكيس كله فبصير هذا الكيس حبارة عن كيس تلش بس هو هلا ما فيه تلش هو هلا زي البودرة بس لما ينضغط بصير تلش لانه حكينا عن الحروق انه الحروق منعالجها بالالوفيرا كريم بعد ما نغسلها بالمي فالالوفيرا كريم مهم للحروق والفازلين كمان لنرطب اي اشي بدو ترطيب في حالة الحروق او الجروح ما بعد ما نعالجها رح نستعمل كيس كمان موجود بالصيدليات ممكن ينحط فيه مي باردة او تلش فمي باردة او تلش او حتى مي سخنة بيكون هيك موجود اذا بنحط فيه تلش بنحفظ بالفريزر او بنحط فيه مي سخنة وبيستعمل لمغس البطن عند الاطفال بساعد كمان بيشنطة الاسعافات الاولية لازم يكون متواجد بعض الادوية الضرورية في حال عنا اصابات للاطفال فمن هاي الادوية عنا ادوية السخونة اللي منها الاسد امينوفن والبروفن موجودة بعدة اسماء تجارية بالصيدليات وكمان بعدة جرعات ففي عنا اسد امينوفن بتحميل او نقاط او شراب او حتى حبوب فمناخد حسب البناسب اذا عنا اطفال شراب احسن اشي او تحميل اذا الطفل ما بيقدر ياخد الشراب او ما بيحب طعم الدواء كمان حكينا بحلقة الاسعافات الاولية للسخونة انه لازم نغير بين بروفن وبين اسد امينوفن يعني اول جرعة منعطي اسد امينوفن او الادول ثاني جرعة منعطي البروفن بناتهم لازم يكون في اربعة لست ساعات لازم يكون في ماجرين كوب او معلقة تقيس الجرعة بشنطة الاسعافات الاولية اذا ما عنا هاي المعلقة بالدواء حتى نعرف الجرعة الصحيحة من الادوية كمان اللي يجب توفرها هي ادوية الحساسية لان الاطفال بتعرضوا كتير لارصات ممكن يكون عندهم حساسية من ارصات النحل او البعود فا ادوية الحساسية مثل الارفين ولنكون نعرف الجرعة الصحيحة لنعطيها للدواء لنعطي الطفل كمان عنا للجروح الاطفال اللي بيصير عندهم جروح رح نستعمل كريم فيه انتيبيوتك او مضاد حيوي اكزامبل عليه فيسدين انه الطفل لما ينجرح بعد ما نغسل الجروح منحط الكريم اللي فيه انتيبيوتك او في عنا انتيبيوتك على شكل باودر بالسيدليات اكزامبل عليه بانيوسين بيكون باودر بنرش على الجروح فهيك منقي من الالتهابات اللي ممكن تصير بعد الجروح كمان عنا كريم هو انتيهيستامين او مضاد للحساسية يستعمل كتير في لسعات الحشرات او النحل ممكن نحطه بعد اذا لقينا ان الطفل عم بتحسس من اللسعة او عم بيحكي كتير محل القرس فمنستعمل الكريم فيه انتيهيستامين او مضاد للهيستامين يستعمل للحساسية كمان الاطفال اللي بيعانوا من ربو او ازمات معينة لازم يكون في عندهم ادوية بشنطة الاسعافات الاولية جاهزة دايما فمنحط لهم مثل هاي هي زي بتساعد عشان البخاخ يدخل للطفل اذا احتاج للبخاخ في حالة الربو او الحساسيات اما الاشخاص اللي بيعانوا من امراض مزمنة زي السكري الضغط كوليسترول لازم يكونوا ادويتهم متواجدة بهاي الحقيبة بالدوز الصحيحة اللي عم باخدوها وبكميات كافية وكمان الاطفال اللي بيعانوا من حساسية ولازم ياخدوا ابرة لحتى هاي الحساسية تروح عادة حساسية بتكون من الاكل بنحط لهم ابرة اسمها ابنفرن موجودة بالصيدريات او تحت وصفة الدكتور بقدر يجيبها وتكون موجودة مع الطفل اي وقت بروح هذا كل شي لحقبة الاسعافات الاولية نحكي للأهل انه لما يستعملوا اي دوام الادوية اللي حكينا لازم يكون تحت استشارة الطبيب ونتمنى السلامة للكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة